اشتركوا في القناة وبالتالي مش ممكن يكون هو الرب الإله طيب ليه محمد قال الكلام ده في قرآنه ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا تعالوا نشوف مع بعض عنوانها مصدقا للتوراة المكتوبة أم للتوراة الشفاهية تعالوا نرحب وحيد ونبدأ نشوف موضوع النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فدوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع طيب عنوان الحلقة مصدقا للتوراة المكتوبة أم للتوراة الشفاهية ده عنوان يعني زي ما بيقوله كده كلام كبير يعني ده فيه كلام كتير فيه شيء يعني ايه توراة الشفاهية أول مرة يمكن الناس تسمع التعبير ده يعني ايه محمد جاي يصدق على ده أو على ده بص النهاردة بنعمة الراب حلقة اليوم حتكشف سر مهم جدا للمشاهدين سر طالما تساءل عنه المهتمون خلال يعني حقب كثيرة من التاريخ الإسلامي ايه أهم مصادر قرآن محمد صحيح ولماذا كان محمد يعتقد أن ما يقول هو توراة وبالتالي قال مصدقا للتوراة هذا هو سر اليوم وإثباته يعني سنقدم إثباتات لهذا السر ولماذا في الوقت الذي كان محمد يقول أنا مصدق للتوراة كانوا يقولون له في المقابل هذه أساطير الأولين احنا سمعين قبل كده فليه ده كان حاصل ليه السجال ده ليه هو فاكر أمر والناس شايفين ده أمر تاني مختلف وعلشان كده في البداية ربما يعني هيكون في مدخل عن تاريخ بعض الكتب اليهودية وأنتظر لو أنت عندك أي شيء قبل أن نبدأ لا إحنا ممكن نبدأ بس أنا يعني حتة أنه محمد كان بيقول هو طبعا عارف أنه ده مش وحي اللي هو بيقول هو عارف مئة في المئة كلامه هو أنه ده مش وحي صحيح لكن كان يعتقد مئة في المئة أن أهل الكتاب دول لا يمكن سيقولون إلا ما هو في توراتهم وبالتالي كان يعتقد أن ما يسمعه هو توراة فبيقول أنا مستغر بنت ليه مش مؤمنين ما أنا بقول نفس الكلام اللي عندكم في التوراة أنا جاي مصدق للي عندكم وهو لم يكن يعلم أن هناك أمر آخر تماما وهو سر اليوم في هذه الحلقة بنعمة الرب طيب خلينا نبت في البداية حقدم زي ما ذكرت لمحة عن تاريخ كتاب التلمود تاريخ كتابته وكتب أخرى لليهود زي كتب الأساطير نعم عشان كده عايز أعرض للأحباء المشاهدين مثلا في البداية كتاب أساطير اليهود الكتاب ده مكون من أربعة أجزاء زي ما شايفين قدامكم ده الجزء الأول منه فخلال الحلقة ده أحد المراجع اللي أنا هستخدمه ولا أنسى دائما أن أشكر السيد حسن حمدي السماحي بصراحة أنت وفرت للمكتبة العربية يعني ثروة كنز لأنك كشفت من خلاله أحد أهم مصادر القرآن فأنا بشكرك جزيل الشكر وطبعا الكاتب لويس جينزبرغ الكتاب الثاني هو كتاب التلمود وهو كتاب أيضا اللي كتبه هو حاخام لكنيس بيرمينجهام وهو بروفيسور في الفلسفة في جامعة لندن وترجم له جاك مارتي دول الكتابين اللي احنا بنعمة الرب حنستخدمهم أثناء الحلق فلما تسمع أنا بقول مثلا التلمود صفحة كده الكتاب ده أساطير اليهود الكتاب التاني ف حاخد في البداية هذا العنوان و في أي وقت أنت تحب توقفيني يعني كالعادة أنت مديرة هذه الحلقات لمحة تاريخية عن كتب التلمود لأن التلمود تكون من أكثر من كتاب والأساطير اليهودية أولا أخذ من كتاب أساطير اليهود جزء واحد تحت عنوان تمهيد للمؤلف صفحة 13 في الحاشية يقول تنائم كلمة آرامية معناها المعلم وقد أطلقت على العلماء من اليهود الذين خلفوا هليل وشماي منذ السنة العاشرة بعد المسيح يعني في القرن العاشر في السنة العاشرة بعد المسيح هم دول المعلمين اللي بيتكلم عنهم ثم يقول حتى الانتهاء من تدوين التلمود الذي هو المشنة سنة 200 ميلادية يعني التلمود يتكتب بعد المسيح وده أمر مهم جدا ليه؟ لأنه الذين لم يقبلوا المسيح أهانوا المسيح في كتبهم اليهود واعتبروهم مجدف وقالوا عنه وعن أمه العزراء الكثير دخل جزء من هذا الأمر في القرآن طبعا ده مش موضوعي النهاردة يعني مش هركز على الجزئية دي هركز على أمور أخرى فييجي بعض الأحباء المسلمين يقولوا إيه ده اليهود بيقولوا على المسيح متى واليهود مين الرافضين للمسيح والحد النهاردة هم يرفضون المسيح ويعتبرونه مجدف وينتظرون إلى اليوم المسيح ويقولون الذي أتى ليس هو المسيح اللي هما منتظرين ولكن عدد الكهنة من اليهود اللي آمنوا في القرن الأول بعد القيامة عدد كبير يقول عنه صفر عمال الرسل جمهور من الكهنة صحيح إضافة إلى ذلك التلاميذ والنواء الأولى للمسيحية كانت كلها يهود صحيح وإلى سنة 110 تقريبا كان كل الأساقفة في الكنيسة هم من اليهود الذين آمنوا بالمسيح بداية هنا تم الانتهاء من المشنة سنة 200 ميلادية أذهب إلى التلمود صفحة 35 تحت عنوان الكتب المزيفة التي صدرت بعد المشنة مؤلف آخر وصل إلينا مشابه للمشنة إنه التوسفتة بمعنى التكملة تكملة المشنة العلاقة العلاقة بين هذه التكملة التوسفتة والقوانين الرسمية لم تكن قد حددت العديد من المسائل المتعلقة بنسبها إلى مؤلفات مختلفة بذلك ظلت المسألة معلقة أكمل في هذا المرجع يقول حاليا تعز النواة البداية غالبا إلى حاخامين من القرن الثالث رابة وإشعياء مع أن الكتاب في شكله الحالي يعود إلى القرن الخامس يعني الناس دول بعد مجيء المسيح وبعد بداية انتشار المسيحية بدأوا في تجميع الأقوال الشفاهية ووضعها ورصها في هذا الكتاب الذي سمي التلمود المؤلف من المشنة والتكملة بتاعته نعم وقبل أن يولد محمد رسول الإسلام كان الكتاب كامل مكتمل مكتمل نعم ومنتشر بين اليهود الموجودين في العالم ودي نقطة أساسية ومهمة جدا نعرف أن التلمود قبل أن يولد محمد بأساطيره الكثيرة وأساطير اليهود المختلفة التي كان يتداولها اليهود هي موجودة قبل ميلاد محمد في شبه الجزيرة العربية طيب يعني حتى ما كتب بعد المشنة كان قبل بعثة محمد رسول الإسلام طبعا بالتأكيد كمان قبل ميلاده طيب أرجع إلى التلمود نعم صفحة 36 تحت عنوان جمارة ومدرش يقول وكانت دكتور جوخنان ابن نباخة في فلسطين رئيس أكاديمية طبريا الأكثر تميزا ووضوحا فهو أول من شرع في جمع التقارير حول النقاشات التي قامت بها المشنة في المدارس الفلسطينية رغم أننا نفترض ذلك عادة فإن تركيب تلمود فلسطين لا يمكن أن يعزى إليه لأن هذا الكتاب عتمد مرجعا للسلطات الموزعة على ثلاثة أجيال بعد جيده وبذلك يكون قد وضع الأساس الذي جاء عليه الآخرون وقدموا مساهماتهم ثم يقول إلى أن اتخذ الكتاب الشكل النهائي في السنوات الأخيرة من القرن الرابع سنوات الأخيرة من القرن الرابع يعني إحنا بنتكلم عن ما بعد 490 ميلادية نعم آسف القرن الرابع 390 ميلادية تمام نعم إنها المشنة مضافا إليها مكملتها الجمارة التي تشكل التلموت خلاص طيب ثم في صد 42 تحت نفس العنوان السابق جمارة ومدرش تلك هي المصادر التي سنشرح بموجبها في الصفحات المقبلة عقائد التلمود إننا نجد فيها الإنعكاس الصحيح لمجمل الأفكار التي عاشها اليهود اسمعي الكلام بقى خلال الفترة التكوينية الممتدة من القرن الثالث إلى القرن الخامس يعني قبل بعثة ما يقال عنه بعثة محمد قبل ميلاده هذا الكلام موجود متداول عند اليهود واليهود كان لهم ثقل وكان لهم موجود في جزيرة العرب طبع طبع دي مجرد مقدمة تاريخية عن ما يسمى تلمود فترة كتابته وهي ما بعد المسيحية وما قبل الإسلام طيب هو فيه فيه حتة تاريخين يعني أنا شفت فيه تاريخين بيتكلموا عن سنة حوالي 390 اللي اكتمل الشكل الحالي بس فيه كمان يعني القرن الخامس ده معناه انه بدايات القرن الخامس يعني هو القرن الخامس ده 400 وكثر يعني هو 100 سنة صح فعشر سنين عشرين سنة بالضبط كده يعني برضو عشان بس الأحباء المسلمين يعرفوا انه هو فعلا قبل البعثة او قبل حتى الميلاد يعني ميلاد محمد يعني أنا عندي أساطير اليهود خلاص مكتملة الشكل تماما خلينا نقول لحد سنة 450 مثلا خلينا نمشي كده نمدها شوية لحد 450 أساطير اليهود مكتملة ومتداولة ومتداولة ده غير كمان القعدات المساطب يعني الصواحد عنده أساطير وهو بيقعد على المساطب صحيح بيتكلم صحيح وبعد كده الجلسات والحوارات نعم طيب والاجتهادات برضو موجودة نعم وبالتالي الأساس اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو مصدقا لماذا رسول الإسلام وبداية حتى يكون لنا مدخل مناسب أنا وضعت هذا العنوان التشابه بين الأحاديث القدسية والتوراة الشفاهية عفوا في ألف ناط أو الشفاهية برضو صح كريس نعم فحاخد من هنا عنوانين لأننا نتكلم عن تشابه بين الأحاديث القدسية في الإسلام والتوراة الشفاهية وعزيني فهم أكتر مع بعض نعم في البداية خليني أخذ ما هو الحديث القدسي والنقطة التانية ما هي التوراة الشفاهية طيب وحاخد بداية ما هو الحديث القدسي هذا أمر هام جدا في الإسلام عفوا في علم الحديث يقول لك قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال نعم هذا الوضع الطبيعي لكن هل تصدق أن الحديث القدسي ليس كذلك الحديث القدسي هو مختلف وأنا لا أعرف ربما حتى بعض الأحباء المسلمين لا يعرفون أن الله في الإسلام له حديث يعني ليس بس الحديث بتاع محمد نعم لا الله عنده حديث ولا أقصد هنا القرآن كحديث لأن يعني القرآن حديث حينما قال في نص قرآني ومن أصدق من الله حديث صحيح لا أنا أقصد هنا حديث خارج القرآن كلام للإله خارج القرآن فاضطروا إلى تسميته حديث قدسي وأنا شخصيا كنت أسأل نفسي إن كان هو كلام لإله محمد لماذا لم يوضع في القرآن صحيح هناك فرق بين أن رسول الإسلام يقول كلام وحتى دعين دينا فيها كلام نعم نعم وبين أن يكون هذا الكلام مباشرة من إلهه فمحمد يقول قال الله قال الله وبر القرآن هذا أمر يجب على المسلم الواعي الفاهم الذي يبحث عن الحق أنه يقف عند هذه المسميات اضطروا إلى تسميته حديث قدسي فهي نفس عقيدة اليهود اللي هنتكلم عنها بعد شوية في الأساطير طيب ما هي الآلية الآلية للحديث القدسي ليس فلان عن فلان وإنما قال محمد عن إله وخليني أخذ مثل عشان معيكم الأحباء المشاهدين إحنا هنتكلم الآن عن ما هو الحديث القدسي مثلا مثال الحديث القدسي صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأداب عن أبي ذر عن النبي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يعني مش بس ناس بتروي عن محمد لا محمد يروي عن إلهه وده بصراحة أمر غريب ولا بد له من مصدر أنت جبت للموضوع هذا من مثل يعني هل أنت مقلد ما أنت لو كان أنت فعلا رسول من عند الإله ما قاله إلهك هو قرآن مفروح كيف يتم التفاضل بين كلام قاله الله هنا وكلام قاله الله هنا وهذا يكون كلام له صفة معينة وهذا كلام له صفة أخرى صحيح فماذا روى محمد عن إلهه مثلا إله محمد يقول يا عبادي داروى محمد رسول الإسلام إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي يا عبادي يا عبادي عشان الحديث طويل فأنا اختصرت كل ذي لسه الحديث طويل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن فلا يلومن إلا نفسه نفسه قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدس بهذا الحديث جثى على ركبتيه وكنت أنا أسأل نفسي طب هل هو لما بيقرأ القرآن بيجس على ركبتيه برضو أقصد ليس القرآن في الصلاة لا في بيته لما بيقرأ القرآن هل برضو بيجس على ركبتيه فإذا قدسوا ما سمي بالحديث القدسي على أنه كلام من الله نعم ولسه السؤال ما زال قائم من أين أتت هذه الفكرة ده سؤال مهم لازم أنت تتابعنا في عزيزي المشاهد أكمل فضل ذهبت إلى الإسلام سؤال وجواب سؤال هل الأحاديث النبوية مخلوقة في نفس الفكرة بتاعت هل القرآن مخلوق أم لا نعم وقدامكم أنتوا يعني تاريخ الفتوى إلى آخره ده التاريخ ورقم الفتوى خلينا نشوف السؤال قال أعلم أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم يقول ولكن ما هو القول في تراجم القرآن إلى اللغات الأخرى والأحاديث القدسية والأحاديث التي تتضمن الأدعية أنا أعلم أن الأحاديث النبوية هي من كلام الرسول ولكن كيف يمكننا أن نوفق في ذلك والآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى معنى السؤال محمد حينما يتكلم محمد حينما يتكلم فهو وحي نعم فهو عايز يوفق يعني أنت عندك أحاديث يتكلم فيها الرسول نعم عايز تفرق بين الأحاديث دي والأحاديث القدسية التي يتكلم فيها الرسول لكن يروي عن إلهه وبينها وبين القرآن وكله هو وحي فالأحاديث العادية وحي وهي درجة والحديث القدسي وحي وهو درجة والقرآن وحي وهو درجة شفتي اللخبة التي فيها الأحباء المسلمين نعم يعني مثلا أنا ما عندي كلام قاله المسيح خارج الإنجيل ما عندي لا يوجد قال المسيح عندي في الإنجيل انتهى نقطة نعم ما في حد من المسيحيين بيجي بيقول لي قال المسيح في كتاب اسمه كذا نعم خلاص هو دي الإنجيل بتاعنا المعتمد لدينا نعم طيب خليني أشوف الإجابة الإجابة ملخص الجواب لأن الإجابة طويلة هم عاملين ملخص وعملين إجابة طويلة فانا أخصت الملخص ملخص الجواب الخلاصة أن ترجمات معاني القرآن الكريم والأحاديث النبوية ليست من صفات الله تعالى بألفاظها وإنما معانيها تعبر عن مراد الله سبحانه لذلك فهي مخلوق أما الأحاديث القدسية ففيها خلاف قائم بين العلماء والله أعلم لازم يكون فيها خلاف لازم الأحاديث القدسية يكون فيها خلاف أي الخلاف لأنه بالمنطق كيف يمكن ويجرؤ بشر على وجه الأرض أن يفاضل في كلام الله فيقول هذا كلام أفضل من هذا هو كلام الله فالله كل كلامه مرتبط به نعم وهم يعرفون هذا الأمر فالكلام يوزن بقائله صحيح فإن كان الكلام قائله الله فكيف أنت تجعل درجة أقل في كلام الله وهو المفروض متكلم في الأزل وكل كلام أزل مرتبط به نعم وهنا المحنة فمنهم من يقول لا الأحاديث القدسية يعني ترتقي ومنهم من يقول لا هي أقل من ذلك ومنهم من لا يقول الكل ولكنه يخرج برأي واحد زي ما شفنا كثير من الأحباء نعم الشيوخ بيعملوا كلا يكتفي برأي الرأي اللي اعتنقوا يعني بالضبط كلا لأنه ببساطة السؤال قائم إن كان الحديث القدسي كلام الإله ذاته لماذا لم يوضع في القرآن نعم هذا سؤال مهم ولا في تقليد خاطئ من البداية أخذه رسول الإسلام فدي أنا أعتبره نقطة جوهرية ففي هذا الإطار خلينا نسمع بداية كلام أحد الشيوخ وهو يتكلم عن الحديث القدسي فنسمعه ونرجع مرة أخرى سؤاله الثاني عن الحديث القدسي يا شيخ تاريب الحديث القدسي هو الحديث المنسوب إلى الله جل وعلا ويسميه بعض العلماء الحديث الإلهي نعم وصف الحديث بأنه قدسي لكون المخبر به جبريل روح القدس قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين هذا وجه تسميته بالقدسي نعم نقيل إنه نسبة إلى القدوس و لكن الذي يظهر أنه نسبة إلى روح القدس الرسول بين الله تعالى و بين الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الملكي الذي بين الله و بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الإلهي ما هو الحديث القدسي أو الحديث الإلهي سواء سمي بهذا أو هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ما أخبر به عن ربه كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فهذا حديث إلهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن الله وأيضا مثاله فيما رواه لمن مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفي هذا فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ما قاله الله طيب هذا ما الفارق بينه وبين القرآن القرآن كلام الله وهذا كلام الله لكن الفارق بينهما أن القرآن كلام الله معجز تكفل بحفظه وله من الأحكام ما تخصه من حيث قراءته للجنوب ومسه لغير المتوض وأما الحديث القدسي فليس معجزا ولا أيضا له من الأحكام ما للقرآن فلا تجزئ الصلاة بالحديث القدسي وهناك فروقات بين الحديث القدسي والحديث الإله مع كونهما كلاما لله تعالى شفت نمحنا يعني والشيخ نفسه بيشرح هو بيقول لك الاثنين كلام الله بعدين واحد حتى الاسم مش عارفين هو ليه قدسي نسبة إلى جبريل ولا نسبة إلى القدس نعم فما عارفين ليش قدسي والأمر الثاني لم يتكفل بحفظه ده لفت نظر يعني هذا الإله بيد كلام وما يتكفل بحفظه نعم كيف يمكن لشيخ أو لاعتقاد شخص يؤمن بالله أن الله أعطى كلاما هو قال يعني أو هو حط كده في اعتباره أنه لن أتكفل به يعني أنت القرآن ما هو تحرك حرك وعثمان تكفل به هذا الإله هو جمع من صدور الرجال الأمر الثاني عفوا أنه من الواضح هناك أمر ما أن يكون هناك كلاما شفاهيا وكلاما مكتوبا نعم فمن أين أتى رسول الإسلام بهذا هل هو موازف تقليده لما عند اليهود في جزيرة العرب مما هو مكتوب ومما هو شفاهي أخذ نفس الفكرة منهم فهو لم يكتفي إذن فقط بأخذ قصص وحتى الفكرة الفكرة نفسها أنه في طريقة حفظهم لكتبهم نعم وإدعاءهم بأن هناك شيء شفاهي هما هو أخذ منهم برضو وأنا طبعا أثبت الآن أن هذا الأمر عند اليهود لو عندك يتعلم يعني هما عندهم شيء شفاهي وشيء مكتوب فهو أخذ نفس المنهج ده نفس المنهج شيء شفاهي وشيء مكتوب صحيح عن الله برضو عن الله يعني هما رووا عن الله وهو روى عن الله نظبط أنا أقول لك الكلام ده الآن لو أنت يعني تفضل خلينا نشوف بداية في ملاحظتين الأولى الحديث القدسي هو كلام إله محمد لمحمد ولكن شفاه ما تكتب في قرآن مصحف تناقله الناس ثم محمد لا ينطق عن الهوى الملاحظة الثانية عفوا إن هو إلا وحي يوحى وبالتالي سامحوني كل ما تكلم به محمد شفاها فهو أيضا وحي ودي في حد ذاتا معضلة لأن أصبح عندنا ثلث أنواع لكلام الله زي ما ذكرت من شوية كلامه في القرآن وكلامه في الحديث القدسي وكلامه في الحديث العادي كذلك التلمود عند اليهود طيب معليش هو هنا كلمة وحي وحي وممكن يتحرف وحي حتى لو هو كلام محمد نفسه بس كلام محمد هو وحي الوحي ده مرفوض من الشيعة مرفوض من البهائيين مرفوض من الأحمدية وكل واحد فيهم بيرفض طبعا برضو الرافضة يعني أنا آسفة في التعبير مش الرافضة اللي هم السنة بيرفضوا حديث حديث محمد اللي موجود في الكتب الشيعية يعني إذن أصبح وحي محمد نفسه محرف ومرفوض من الطواقف المختلفة الإسلامية مظبوط وعليه يعني نقيص عليه كمان الوحي اللي هو في الأحاديث القدسية صحيح من الله لمحمد أو محمد عن إلهه صحيح ده برضو وحي محرف صحيح والقرآن كمان كده القرآن نفسه دخل فيه معارك كثيرة جدا ما هو دخلت فيه معارك ده إحنا يعني المسلمين ما يؤمنواش بيه لا في مراجعهم إزاي ما يؤمنواش بيه حتى وهي بس يعني في النهاية هيطلع بأمور أو في النهاية أنا أقول لك أوكي أنا هرفضة كله كل كتب الحديث بس أنا دلوقتي على المسلم اللي هو مؤمن بالحديث النبوي عن إله محمد والحديث النبوي من محمد نفسه ده وحي وده وحي والإتنين محرفين ممكن يتحرفوا ممكن يتحرفوا ما هو أصلا ممكن يتحرفوا وفيه وإله محمد مش هيحفظ الوحي ده إذن وهو فين أنا لما أسألك فين الوحي في حديثين ثلاثة يعني هم عندهم أعتقد أربعين حديث هم من دول اللي موجودين إحنا كام كام واحد غيره انتهى اتنسى هو نفس الأربعين دول كام واحد فيه متحرف إيه الصحيح اللي فيهم الشيخ بيقول إنه ممكن يتحرف مش قال الشيخ بالنص إنه لم يعد بحفظه أو ما وعد بحفظه لم يتكلف بحفظه طيب أنا بس عايزة الحتة دي تظهر قدام الأحباء المسلمين إنه الوحي ممكن يتحرف صح محمد أو إله محمد الأتنين حديث قدسي أو حديث محمد صحيح طيب معلش لا لا بالعكس دي حتة مهمة جدا لأنه أنت النهاردة بتقول يعني إنه كلام الله ما ممكن يتحرف نعم لكن أنت عندك في نفس الوقت مشكلة بتؤمن أنه الحديث القدسي وهو كلام الله ممكن يتحرف والأحاديث العادية ممكن تتحرف مع إنها وحي وإنت بتقول إنه كمان التوراة والإنجل يتحرف وذا كله وحي وذي كلها ورطات كبيرة جدا هي في الآخر تصب في إهانة الله نعم إهانة الإله نعم على أساس أنه وحي ولكنه شفاهي تصدقي؟ التلمود لا معلش تاني يعني زي ما عندهم أحاديث قدسية اليهود بيؤمنوا إنه التلمود ده هو وحي شفاهي استلموا زمان موسى فبالتالي أصبح عندهم توراتين توراة مكتوبة دي الموجودة هي في الكتاب ده وهذا ما نؤمن به نحن المسيحيون والتوراة الشفاهية اللي هم جمعوها في كتب التلمود اللي احنا ذكرناها من شوية كويس؟ نعم خليني أوثق هذا الكلام من المراجع اليهودية يبقى احنا خدنا في الأول ما هو الحديث القدسي الآن ما هي التوراة الشفاهية النهاردة سيحل سر كبير من الأسرار اللي انت مشغوله بتسأل عنها فأرجوك احتملنا لأنه الموضوع شوية دسم يعني في التلمود صفحة 209 و 210 تحت عنوان التوراة الشفاهية يقول إلى جانب التوراة المكتوبة فقد قبل الحاخمات توراة تقليدية كشيء أساسي من قول شفاهيا من جيل إلى جيل زي الإسلام بالضبط يدعي هؤلاء بأن لهذه التوراة نفس قدم النص المكتوب موسى موسى وهنا محمد وصفها التلمود على أنها بمثابة وصايا أعطيت إلى موسى في سيناء علشان يدو شرعية للتلمود قال لك مدى أصلا موسى زمن لما استلم لوحي الشريعة واستلم التوراة المكتوبة هو استلم وصايا شفاهية أخرى تناقلها الأجيال جيل بعد جيل هكذا قال المسلمون أن محمد استلم وحيا قدسيا لم يكتب في القرآن ولكن تناقله المسلمون جيلا بعد جيل أكمل في هذه الصفحات أثارت هذه النظرية حول التوراة الشفاهية معارضة قوية من الصدقيين والصدقيين دول فئة شيعة لهم وزنهم حتى في أيام المسيح وبالطبع فإن الحخامات أعطوا وزنا استثنائيا لأهميتها وقيمتها طلب الحاكم الروماني كونيس من الحخام غمليل ما مجموعة التوراة التي أعطيت لإسرائيل بيسأله أنتوا عندكم كام توراة يعني توراة أجاب الحخام إثنتان واحدة مكتوبة والثانية شفاهية نفس الكلام عند الأحباء المسلمين جاء وثني إلى الحخام شماي وسأله كم لديكم من التوراة أجاب إثنتان مكتوبة وشفاهية إذن هنا نبدأ في كشف السر نحن في البداية لسه السر المهم لك عزيزي المشاهد إن كان الأمر يهمك يهم حياتك الأبدية فما كان يتداوله يهود جزيرة العرب هو التلمود بكل أساطيره وهم يسمونه توراة شفاهية توراة نعم هذا هو السر الذي يفتح لك عزيزي المشاهد الأفاق لتفهم بأن محمد كان يعتقد أن ما يسمعه هو التوراة المكتوبة من موسف بينما الآخرون لماذا كانوا يقولون له أساطير الأولين لأنها أمور متداولة هم معرفينه فلأنهم يسموا التلمود توراة فهو اعتقد ولم يكن يدري أن ما يسمعه منهم خرافات وأساطير التلمود وليس كلام موسى النبي المكتوب في التوراة الأساسية ولهذا عزيزي المشاهد كان عنوان حلقتنا بهذا الإسم أنت يا رسول الإسلام جاي مصدق لمين للتوراة المكتوبة الرسمية التي أعطيت لموسى مكتوبة كتبا غير اللوحين اللي أخدهم مكتوبين ولا التوراة الشفاهية اللي هي التلمود والأساطير والخرافات أنت جاي مصدق لمين بالزبط كده أنت مصدق إلى مكان متداول عند اليهود في ذلك الوقت ولذلك كان يقول مرارا وتكرارا على سبيل المثال سورة النساء 47 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبط وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا لأنه ده زي اللي معاكم فأنتوا غريبة أنتوا ليه مش مصدقين مع أنه هو زي اللي معاكم مصدقا الحقيقة نجد أن القرآن والحديث تأثروا بالتلمود وأساطير اليهود أي الكلام الشفهي الذي فيه حقائق وقصص عن التوراة المكتوبة ولكنها مشوهة نعم وبالتالي كان يسمع رسول الإسلام هذا الأمر ويكتب عشان كده احنا كنا دايما بنستغرب ليه محمد كان كلامه عن الله كلامه شوه ليه كلامه عن المسيحية كلامه شوه كلامه حتى عن كل الأنبياء صحيح احنا خدنا قبل كده عدد من القصص صحيح كله كلامه شوه احنا ما عندناش الكلام ده ومطابق للأساطير صحيح صحيح طيح احنا دلوقت عملنا المقدمة جاء الآن الوقت لنرى إلى أي كتاب أو إلى أي كلام جاء محمد مصدقا ولازم نثبت الكلام ده طيب إثبات من قرآن وأحاديث وما يطابق من هذه الكتب الأساطير الأسطورية لنؤكد أن يعني اللغط الكثير الذي يحدث عند المفسرين مش فهمين النص وده فلان قال لكن خالف فلان وده طلع كلام وده طلع كلام تحس إنه الناس الناس فعلا في مأزق مش عارفين يفهموا الكلام وعلشان كده فيما هو آت أحباء المشاهدين أنا طالب سعة صدركم لأن الموضوع شوية فيه كلام كتير سنقرأ فزي ما ذكرت الحلقة النهاردة شوية دسمة لكن هو بنحاول نبسطه ونشوقكم لأنه بصراحة فيها مفاجآت حلوة أدخل في البداية تحضر إلى هذا العنوان خرافة كلام محمد محمد رسول الإسلام طبعا أن الشتاء والصيف مصدرهما جهنم وعلامات التعجب دي أنا حاططة دي مني أنا وهي ليست علامات تعجب لما قاله محمد فهو أتوقع منه كل شيء ولكن التعجب أن البعض ما زال يعتقد أن كلام هذا الرجل هو وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأنا هبدأ وهبدأ قراءة أسامحوني لو أنا أخذت بعض الوقت في القراءة لكن لأصل إلى ما أسميه الضربة القاضية نعم طيب أذهب إلى القرآن سورة النبأ 21 إلى 25 إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَابًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ده نص قرآني فنروح على المفسرين علشان نشوف الدوخة اللي هم فيها نشوف الناس دول بيحاولوا يفهموا كلام غريب لكن هذه هي طبيعة النص القرآني شوفي الطبري يقول وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابة يقول لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير اللي هو النار عنهم إلا الغساق ولا شرابا يرويهم من شدة العطش الذي بهم إلا الحميم يعني في كل الأحوال عذاب رهيب نعم وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا الموضع هو النوم وأن معنى الكلام لا يذوقون فيها نوما ولا شرابة واستشهد لقيله ذلك بقول الكندي بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبولاتها البرد صدني البرد البرد يبقى النوم يعني بالبرد النعاس والنوم إن كان يبرد غليل العطش فقيل له من أجل ذلك البرد فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره وهم العرب ليه مش فاهمينه إذا كان هو كلام عرب فليه العرب دايخينه مش فاهمينه يعني يكمل أكمل فضل يقول اختلف أهل التأويل طبعا عادي لازم يختلفه دا الكلام دا لازم يختلف فيه في معنى الغساق فقال بعضهم طب هو إذا كان عربي هما ليه يختلف مفروض كلام معروف عند العرب زمان في الوقت دا هو ما سال من صديد أهل جهنم عن عطية ابن سعد في قوله حميمة وغساقة قال هو الذي يسيل من جلودهم عن أبي زرين وغساقة قال ما يسيل من صديدهم عن سفيان أنه قال بلغني أنه ما يسيل من دموعهم معلش يعني انتوا هتتعبوا معي شوية وأنا أقرأ هذا الكلام علشان أنا سأنقل لكم نقطة من هذا المحيط صدقوني هو فعلا ما نقلت الآن هو مجرد نقطة في محيط كبير عن إبراهيم خلينا نكمل أنا لسه في الطبري يقول وغساقة قال ما يسيل من صديدهم من البرد وقال آخرون الغساق الزمهرير ده في جهنم أيوة ما هو إحنا دلوقتي الورطة فين من جهنم دي فيها برد وفيها نار في جهنم نعم وهذا الكلام غير منطقي لكن هناك محاولات لجعله منطقيا فأنا هسترسل وهقول لهم حل لكم بسيط أنتو تعبانين على الفاضي نعم طيب الحل بسيط جدا بصراحة وقال آخرون الغساق الزمهرير عن ابن عباس إلا حميما وغساقا يقول الزمهرير والزمهرير ده البرد الشديد عن مجاهد في قوله إلا حميما وغساقا قال الذي لا يستطعون أن يذوقوه من برده عن الربيع الغساق الزمهرير شوفي كم معنى للغساق نعم طيب إذا كان هذا هو ما يعني كلام العرب لماذا لا يفهمه هؤلاء أليس هؤلاء عرب صحيح صحابة دول والتابعين وتابعين التابعين دول مش عرب يعني أقح لماذا لا يفهمه هذا الكلام خليني أضف لك من الشعر بيت عند ابن كثير فهو يعطي أيضا فكرة يضيف فكرة مختلفة ابن كثير وقوله لا يذوقون فيها بردًا لا يجدون في جهنم بردًا لقلوبهم ولا شرابًا طيبًا يتغذون به ولهذا قال هم تيهين فأما الحميم بارد جدًا لدرجة إنه ما قادرين يحتمله لا يستطاع يعني هو في النار الكافر أيوة هو في النار شدة النار اللي جلودهم بتنسلخ وبتحترق ومش عارف أيه وطالع منهم صديد من الحر أيوة بس الصديد اللي طالع هو بارد جدًا بارد فهما مش قادرين يحتمل صحيح المفروض يحتملوا لأنهما في حر مش كده فبدا بيبرد لهم شوي ده يكون اللي بيبرد صحيح يعني ده الصديد اللي طالع يقوله صديد ده حين صحيح ده اللي بيبرد لنا لا لا ده بارد جدًا حتى لو بارد جدًا في مقابل السعير الحار جدًا هيكون هو مرطب وملطف نعم ما مشكلة ندينا الحل بعد شوي ونساعدهم لأنهما فعلا الأحباء المسلمين محرومين حرموا من الحق الإلهي وقعدين تيهين في هذا الكلام فلا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه رحت وحش جدًا قال ابن جرير وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردًا اسمع كمان يعني النوم هو راح أخذ من ابن جرير الطبري كما قال الكندي بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبولاتها البرد يعني بالبرد النعاس والنوم هكذا ذكروا ولم يعزه إلى أحد ما نسبوا إلى أحد يعني نعم ما عليش هتحتملوني وأنا أروح لمفسر آخر وحتى تعزروني في الآخر أنا في الآخر اللي أنا أقرأ كل هذا الكلام خلينا نروح للقرطبي طيب قلت وقد جاء الحديث أنه عن رسول الإسلام سئلة هل في الجنة نوم فقال لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها وكمان النار يعني كل اللي من شوية بيقولوا دا النوم 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 هو جهنة قال لا ما في نوم يبدأ ما عادل موضوع نوم نعم خلاص شوفوا معاني أخرى طيب طيب وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتون لازم يكونوا قاعدين أحياء عشان يتعذبوا فحينام يرتاح يعني نعم ما هيكون في راحة وقال ابن عباس البرد برد الشراب دا كمان حاجة ثانية نعم وابن عباس بيقول كل شيء وعنه أيضا البرد النوم يعني شوف ابن عباس حتى يعني جامعين له الاثنين نعم البرد الشراب برد الشراب وأيضا برد النوم والشراب الماء طيب وقال الزجاج أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم فجعل البرد برد كل شيء له أي شيء له راحة وهذا برد ينفعهم فأما الزمهرير فهو برد يتأذون به برد يعني طبعا الزمهرير دا مش برد عادي نعم فلا ينفعهم فلهم منه العذاب ما الله أعلم به وقال الحسن وعطاء وابن زيد بردا أي روحا وراحة وبيني ما بينك أنا كرجل أقرأ اللغة العربية هو دا أنسب معنا الأخير دا لابن زيد يعني يعني الحسن وعطاء يعني نسمحه لا جراحة دا المفروض لا هو نوم ولا هو الكلام الكثير اللي قالوه دا يعني ببساطة لكن هذا ليس حلي طبعا أنا حلي أروح من كده بكثير جدا يعني دول السنة طيب هل اختلف الشيعة في الفهم ما هو كله دايخ خلينا نروح نشوف الأحباء الشيعة أيضا ماذا قالو طبرسي أو الطبرسي أو الطبرسي زي ما تنطقوا وقولوا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يريد النوم والماء عن ابن عباس يعني أخذوا من ابن عباس الرأيين النوم والماء قال أبو عبيدة البرد النوم هنا وأنشد فصدني عنها وعن قبلاتها البرد أي النوم نفس الكلام نفس الكلام وقيل لا يذوقون في جهنم بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطشها والكلام دا عن مقاتل يبقى احنا خدنا النص الأول النص الأول دا اللي احنا شايفين فيه الدوخة الكبيرة نعم عن يعني أي برد وإزاي برد في جهنم نعم الآن ننتقل إلى ما هو أصعب وهو الزمهرير وده قرآن ده قرآن يعني مش حار يقدر حد يقول لا دي أحاديس غلط لا 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 تعال شف معايا في سورة الإنسان اتناشر وطلتاشر وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَا فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا خلينا نسمع الشيخ المغامسي وهو بحاول يعني أنا حسيته أنه هو خايف أنا ده إحساسي مع احترامي للشيخ يعني أنا أقدر هذا الشيخ المغامسي تحديدا أحيث أنه شخص طيب يعني لكن حسيت في تفسير النص هو بحاول يهرب من زمهريرة فلا أدري لماذا مع أنه قالها في الأول لكن بمعناها البرد حسيت أنه عاوز ما يأكدش عليها فخلينا نشوف ونسمع الشيخ في فيديو رقم اثنين ونرجع مرة أخرى كَوَتَعَلَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا الجمهور على أن زمهرير معنى البرد على أن زمهرير شدت البرد لكن جاء في لغة طي أنهم يقولون للقمر زمهرير في لغة طي قبيلة عربية يمنية على أنهم يقولون للقمر زمهرير قبيلة طي تقول للقمر زمهرير هذا أوفق يصبح لا يرون فيها شمسا ولا قمر يعني لا يس فيها النيران الشمس والقمر لكن الجمهور كما قلت على أن زمهرير شدت البرد فيكون نفي الشمس نفي للحر ونفي الزمهرير نفي للبرد وهل في جهنم عفا الله وإياكم والمشاهدين والمسلمين هل في جهنم أيضا زمهرير قال بعض الناس بهذا نعم قال بعض الناس بهذا طيب هو يعني ما زمهرير البرد ما في حد ذكر الكلام ده بعدين سمعته أحباء المسلمين بلغة طي طيب هو السؤال هو القرآن ده مش أنتو بتقوله نزل بلسان قريش بلغة قريش ولا فيه كلام بألسنة قبائل أخرى دلوقت الشيخ بيقول بلغة طي نعم ثم هناك برد في جهنم بيقول سألوا زمهرير في جهنم قال بعض الناس بيقول نعم لا رسول الإسلام ذكر هذه الجزئية وأنا لا أدري لماذا الشيخ المغامسي هل هو شايف الموضوع غير منطقي أكيد وبالتالي ما بيحاول يسبت على الكلام حتى هو ما إدى رأي الشخصي هو نفسه تمام يعني عادة بيقول أنا رأي كده أو أنا أميل صحيح نعم فلو كان المعنى القمر زي ما هو ذكر أن الزمهرير القمر نعم فهل يستقيم المعنى يا شيخ فالنص القرآني التالي اللي احنا شايفينه قدامنا ده النص القرآني الموجود حاليا في أيدي الأحباء المسلمين وجزاهم بما صبروا جنة يبقى هو بيتكلم عن إيه هنا عن جنة لأنه نغير القلم عشان يصهر كويس بيتكلم عن جنة أهي صح وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة يعني الناس اللي في الجنة دول يعني حتى اللي في الجنة متكئين مبسوطين على الأرائك مش هيشوفوا فيها شمس ولا زمهريرة نغير هنا القرينة دي ونحط مش زمهريرة ونجيب كلام الشيخ ولا قمر يبقى الناس اللي في الجنة ما عندهمش نور عايشين في ظلمة في ظلام لا شمس ولا قمر هل يستقيم المعنى ولا هنا المقصود الشمس والزمهرير يعني الناس اللي في الجنة دول ناس حلوين وكويسين عايشين في جو معتدل جدا لا حر ولا برد لا حر ولا برد هكذا يستقيم المعنى بكلمة زمهرير نستقيع البرد الشديد صحيح ثم أيضا لو حبينا نغير الكلمة زمهرير في الحديث هل منطوق الحديث لرسول الإسلام وهو حديث صحيح هيكون صح يعني مثلا هذه الحديث فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من القمر هل يستقيم كده معنى يعني هل ده كلام مفهوم مثلا ولا فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد اللي هو الزمهرير البرد القارس ده الكلام المفهوم ثم القرآن في يعني مش بس القرآن في الأحاديث الصحيحة يعني إحنا بنشوف الشيخ أهم القارينة قرآنية والحديث شفنا الحديث وحشوفه تاني بعد شوية لكن هنا ده النص القرآني اللي هو على الأرائك في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فليه حسيت أن الشيخ المغامسي هل هو شايف عدم منطقية أنه الجنة يكون فيها يكون فيها يعني بص هو زمهرير سقيع اللجوء اللهجات التانية بيقول أنه في مشكلة مش كده؟ على طول زي بتاع موضوع دحية الدحية والبيت النعامة وبلهجة ليبيا مش عارفة إيه لهجة ليبيا اللي جابها من 1500 سنة في جزيرة العرب هذا بعض الأحباء الشيخ بيحاول يقول لك في ليبيا عن دحية الأرض يعني لما النعامة تجوه في الأرض كده بيقولك دحية الأرض ده بلغة ليبيا فلما بيبقى في مشكلة هم شايفينها بيطلعوا لللهجات التانية صحيح فالمفروض زي ما أنت قلت القرآن نزل بلغة قراش وحتى لما جوا بعدين بيجمعوا القرآن اللي اختلفتوا فيه حسب ما أنا بتذكر أي آية قرآنية تختلفوا فيها اكتبوها بلغة قراش صح يعني خلاص الكلام واضح فإيه اللي بيروح نحن ليبيا وطي وغيرهم على رأيك أنا عجبني تعليقك إنه أول ما يروحوا للهجات أخرى معنا في مشكلة صحيح صحيح لأنه أنت المفروض بتتكلم عن لسان قراش لغة قراش كلام قراش طيب هل المفسرين فهموا الزمهرير يعني إيه ده مهم أوسقه لو رحنا للطبري وقولوا لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير يقول تعالى ذكره لا يرون فيها شمسا فيؤذيهم حرها ولا زمهرير وهو البرد الشديد فيؤذيهم بردها البرد الشديد نعم ما أروح أنا لقبيلة اسمها طي عشان بيسموا القمر زمهرير طيب هل المعنى لا يستقيم صحيح طيب التوصي شيعة لا يرون فيها يعني في الجنة شمسا يتأذون يتأذون بحرها ولا زمهرير يتأذون ببرده فالزمهرير أشد ما يكون من البرد وقال مجاهد الزمهرير ومجاهد ده أمير التفسير يعني البرد الشديد إذن قدمنا القرينة القرآنية والتفسير نعم والآن أقدم أيضا للشيخ المغامسي الحديث الصحيح وليس فقط يعني مش فيه عدم منطقية إنما فيه كارثة علمية وعجز علمي واضح وهو نكتة نكتة الحلقة دي اعتبرها الحلقة الثقيلة دي لا فيها نكتة يعني تلميز الصفة الابتدائي في المدرسة يرفض هذا الكلام يرفض الحديث الذي قاله محمد ويؤمن به المسلمون إلى اليوم ويضعوه ويوزعوه ويتداولوا في مساجدهم خلينا نقرأ الحديث أولا وكنوا أنت حكما على رسول الإسلام في كلامه صحيح مسلم الكتاب في مسلم الحديث كتاب المساجد ومواضع الصلاة وفي صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق يعني في البخاري ومسلم طبعا عشرهات الكتب موجود في الحديث قال رسول الله اشتكت النار إلى ربها تخيل النار الوحشة دي اشتكت إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا ربي أكل بعضي بعضا وكأنه ده شيء جديد يعني أنه النار هي مشكلة بعدين النار دي يعني هل هي نار بإفتراض أنها أنها نار زي ما أنتم عارفين أنا نار هل هي نار تشتغل بحطب يعني مش أنتم بتقولوا الكفار حصب جهنم خالدين فيها يعني هما مفروض هما الحطب اللي شغال على طول فهتاكل بعضها ازاي لأنه الكافر لا يفنى في النار هو مش محتاج النار تاكل بعضها بعضا مشي ده مش موضوعي فقالت ربي هاكل بعضي بعضا النكتة بقى فأزن لها بنفسين نفسين خلي بالك يعني أنا عن نفسي شخصيا حينما قرأت هذا الحديث وكلما أقرأه يعني أتحك بصراحة يعني لأنه يعني النار أزن لها بنفسين خلي بالك من الكلام نفس في الشتاء ونفس في الصيف يعني النار اللي هي جهنم بتتنفس نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف إيه رأيك أنت في يعني النظرية العلمية والإعجاز العلمي اللي أنت بتسمعه ليه هو إعجاز علمي لأنه أتاري مش الأتاري اللعبة لأتاري بمعنى أنه ونحن لا نعلم أن ما نراه من سلوج وبرد وصقيع ده نفس جهنم اللي في الشتاء وما تراه في الصيف من حر ده يدب بس بتتنفس تخيل الصف الابتدائي التلميز بتاع الصف الابتدائي اللي بيدرس ليه في حر وليه في شتاء وليه في ربيع لا علاقة له بدوران الأرض حول نفسها ولا بدورانها حول الشمس ولا أي شيء أتاري وإحنا مش عارفين القضية قضية جهنم فما يأتينا من حر ده نفسه بتتنفس ما هي تعبانة وكأنها حينما تتنفس لا يأكل بعضها بعضا يعني ذا الحل يعني تشوف المعضلة وشوف حلها طلعي ازاي وكأنها حينما تتنفس لن يأكل بعضها بعضا ثم يقول فأزنا لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير يعني اللي انتو أشد ما تجدونه من الحر نفسه بتتنفس صيف والبرد هو الشتاء فعاوز أضيف إلى هذا الحديث حديث آخر بس يوسقه لكن لو عندك أي تعليق لا أنا يعني بتخيل كده كيف الشمس أو النار جهنم هي بتشتكي أنه أكل بعضها بعض وسمحولها بنفس يعمل برد سقيع ويعمل في نفس الوقت يعني يعني نفس النار أقصد في وقت تاني بتعمل نفس كمان بصراحة أستعير أنا تعبير من الشيخ حسن جمعة يعني معلش تسمح لي لا أحباء المشاهدين ده شغل محششين هو قالي الكلام أنا أستعير وأقوله يعني بعد إذنه طبعا ده ده مش ممكن مفتي الديار المصرية مفتي الديار المصرية ف هو مش على الحديث ده عشان ناس تكون معه أيوة أنا عرفا هو وبيتريج علينا إحنا يعني هو بيتريج علينا إحنا عن المسيحيين وبيقول الكلام ده شغل محششين فأنا أستعير منه وأقول الحديث ده سواء محمد اللي قاله أو إله محمد ما نعرفش مين قال إيه ده ده مش إنسان طبيعي ومش إنسان في وعيه اللي يقول كلام زي كده بعدين الحر اللي عنده غير الحر اللي في أي حتة تاني صحيح في ناس ما عندهاش حر هو جم جهنم واضح أنه باب جهنم قريب من الحتة اللي هو فيه لأنه منطقتهم حرة جدا جدا وفي ناس ما عنده مش الحر ده صح في ناس عندهم تلج طول السنة صحيح عايشين في تلج دايما طيب ده برضو نفس الشتاء خد معهم السنة كلها العمر كله مفروض برضو يكونوا قريبين من جهنم لأنه التلج 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 الشديد يعني بصي هو يعني أنا لا ألوم يعني ألوم الناس المتعلمين للعصر ده دي كارثة على المسلم يعني دي مش فين الشيخ زغلول النجار والشيخ مش عارف منصور الكيلاني الناس اللي بتقول لك الإعجاز العالم الإعجاز النبوي طيب ما تكلمونا في الإعجاز النبوي هو الصيف ده نفس من جهنم بجد يعني بدون خجل الأسوأ منه الشيطة يعني أنه نفس جهنم الشيطة نفس جهنم برضو لا خلينا خلينا عشان أنا حابب الفكرة دي أكمله قبل ما يسرجنا الوقت طيب خلينا أروح للحديث بتاع عطاء بن يسر يسر المحدث ابن عبدالبر في الاستذكار خلاصة حكم المحدث صحيح لا مقال فيه لأحد يعني ما في حد يتكلم فيه كله موافق إن شدة الحر من فيحي جهنم الحر اللي انتوا شايفينه ده يا مسلمين ده من فيحي جهنم فإن اشتد الحر فابردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت ده رسول الإسلام اللي بتكلم يا ربي أكل بعضي بعضا فأذين علىها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف أنا رحت تفضلي قبل ما تكمل معلش ارجع عيد لي بس تصحيح الحديث اهو قوله تاني اهو تصحيح الحديث قدام الأحباء خلاصة حكم المحد الصحيح لا مقال فيه لأحد طيب يعني بتوع بتوع الإعجاز العلمي ومعليش هستخدم كلمة سخيفة هي يخرصه صح صح يعني محدش يجي بعد الحديث ده وإنه لا مقال فيه لأحد ما يطلع أي حد بعد كده يقول في أي إعجاز علمي تعرفي مرة كنت بسمع للدكتور زغلول النجار والمزيع سأله في موضوع الولد لما بيت ولد وكلام يعني أنا مش عايز أذكره هنا بتاع على ماء الرجل ماء المرأة قال له ده علميا نفسره زي قال له حاجات لم يتوصل لها العلم بعد العلم لم يتوصل العلم اللي بيعرف الجنين في بطنه أمه اللي إله القرآن قال ما فيش حد يعرف والعلم كسر هذا الأمر ويعرف قال لسه العلم حي توصل ما اكتشف كانت يعني هروب مكشوف ضوح أنا رحت للدرر الثانية عشان أفهم الحديث الدرر نعم فإذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة والإبراد بالظهر هو تأخير الخروج إلى صلاتها حتى يبرد الجو وتنكسر حرارة الشمس في بداية وقت الظهيرة حبيت بس يعني محمد دلو كان مثلا اتولد في بلاد معتدلة ما كان حيكون في أبرده ما كان حيكون في الكاملة صحيح صحيح فأنا رحت كمان للجزئية الأولى وهي الصدمة للأحباء المسلمين لأنه ده تفسيركم اليوم إن شدة الحر من فيح جهنم قال إيه بقى أي من حرها وفورانها دول الناس اللي بيعلموا المسلمين النهاردة لا مش بس كده ده أنا حخليك تسمع الشيوخ النهاردة موجودين بيؤمنوا بالكلام ده فدي أمور غير منطقية أحباء المسلمين قالها رسول الإسلام ويجب أن تعرفوا من هذه الأمور اللي هي الشموع مضيئة قدامكم صحيح ستدانوا بهذه الأمور لأنه على طول أنت لو إنسان بهمك الله يقول لا ده لا يمكن يكون رسول من عند الله أنا بهمني الله مش بهمني فلان ولا فلان ولا محمد ولا عيسى ولا أي شخص أنا يهمني الله فتتكلم مع الله إزاي كلام زي كده وجايت أقول لرسول من عند الله فخلينا نسمع الشيوخ وهم يوثقون أحاديث نبيهم الصحيحة واللي فيها الكوارث العلمية دي واللا منطقية أيضا فخلينا نشوف فيديو رقم ثلاثة ونرجع مرة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير هنا يريد سؤال جهنم موضع العذاب وموضع الحر حتى سار في أعراف الناس إذا اشتد بهم الحر قالوا يهنم فكيف يكون شدة البرد الذي يحسه الناس من زمهر وهل في النار موضع البرد الجواب عن هذا أن النار أعاذنا الله منها دار عذاب والعذاب هو ابتلاء الأبدان بما لا يلائمها والحر عند الإفراط يمزق الجلد والبرد عند الإفراط يمزق الجلد النار فيها حر وبرد والبرد نوع من العذاب والبرد نوع من العذاب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الجنة معنى هذا أن أهل النار يرون الزمهرير فنعم فيها عذاب من الحر وعذاب من البرد نعم وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النار لما اشتكت إلى الله تبارك وتعالى جعل لها نفسين نفس أشد ما تجدون من الحر ونفس أشد ما تجدون من الزمهرير فهذا من نفس النار وليا ذو بالله فنعم فيها حرن وبرد زي ما أنتو بتسمعه يعني هذا الشباب الجالس الشباب اللي بيسمع الشيوخ وبيسمع ألا يقارن بين ما يسمعه من آلف باء أخطاء علمية يعني لرسول الإسلام في هذه الأحاديث غير التي تثبتت قوانينها خلص في قوانين اتثبتت ثوابت علمية ولم يعد فيها من زمن بعيد أي جدل علمي إذن في تعليم محمد رسول الإسلام فإن الصيف والشتاء اللي احنا حاولينا ده لا علاقة له بدوران الأرض زي ما ذكرت حول الشمس مدى قربها مدى بعدها إنما في نبوته المزعومة يقول أن الصيف نفس من جهنم في حرها والشتاء نفس من جهنم في بردها أين الذين يلفقون الإعجاز العلمي لرسول الإسلام ما يجوا يشوفوا هذا الكلام وغيرهم الكثيرون يعني بيركب الموجة التي يلهس خلفها المسلم ضمئاً نعم صحيح وحنسمعهم في الحلقة القادمة لأنها برضو مرتبطة بنعمة الرب نفس الموضوع ولكن في نفس الوقت نقرأ في القرآن عن نوع واحد من العذاب يذكر في سورة النساء اللي هو إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلنا جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً فهنا بيذكر النار لم يذكرها يعني لم يذكر معها البرت صحيح ليه أنا بقى أحباء المشاهدين قرأت كل هذا مع أنه يمثل صدقوني نقطة صغيرة جداً في محيط كبير لأنك لو أنت عايز تقرأ في هذا الأمر لن تنتهي لن تنتهي حينما تجد ما هو الزمهرير البرد القارس نار المتوهجة نفسين واحد في الشتاء واحد في الصيف يعني نذهب لما كان محمد يعتقد أنه يسمع تورا وهي التلمود وأساطير اليهود ونحل اللغز اللي هو يعني عامل معضلة للأحباء العلماء نعم نعم لغز النار والبرد القارس في جهنم الاثنين مع بعض في كلمتين نعم حل هذا اللغط في كلمتين فقط نقرأ في تلمود اليهود وخرافات اليهود وأساطيرهم التالي هذا هي الضرب القاضي يا أحبائي المشاهدين التلمود تحت عنوان جهنم صاد ربعمية سبعة وستين يقول إن جهنم نصفها نار الله هي جهنم فيها نصف ثاني لا تستغرب ونصفها الآخر برد من اللي بيقول الكلام ده أساطير اليهود خرافات اليهود اللي التقط محمد ووضعها في قرآنه اللغز يتحل بسرعة كمل معايا وبحسب آخرين تحتوي على الثلج الزمهرير البرد القارس هذا ليس كل شيء أذهب معك خدنا التلمود تعال معايا لأساطير اليهود جزء الثاني تحت عنوان اليوم الثاني عفوا الجزء الأول تحت عنوان اليوم الثاني يقول وللجحيم سبعة أقسام كل منها تحت الآخر ولكل قسم من الأقسام السبعة بدوره سبعة أقسام في كل منها اسمع المفاجأة بقى سبعة أنهر من النار أيوا وسبعة وسبعة من البرد الإسلام اختراع يهودي بامتياز القرآن اختراع يهودي بامتياز شفت الحل سهل إزاي عرفت السر السر أنه كان يلتقط ما يعتقد أنه تورا في حين أن اليهود كانوا يسمون التلمود وأساطيرهم تورا شفاهية فلأنهم كانوا يقولون عليها كلمة تورا اعتقد محمد أنه يسمع التورا المكتوبة بتاعت موسى وفات عليه أن الأمر ليس كذلك كل اللغة اللي فيه المفسرين والزمهرير والبرد والشتاء في كلمتين تحل دي خرافات يا أحباء المسلمين أساطير جهنم إيه اللي هي نار وهي برد وهي نار يعني يعني برد ونار بالطريقة اللي أنتوا فاكرينها يعني على كل هذه كانت نقطة في دلو كبير من الأساطير الموجودة في القرآن وفي أحاديث محمد رسول الإسلام طيب أنا عايزة أوصل لحتة إذا اعتبرنا جدلا أنه دي أو ده الكلام اللي قاله محمد ده إعجاز ووحي طبعا ده مش موجود في الكتاب المقدس طيب طبعا خالص ولا شبيه لي حد ولا شبيه ليه طيب لو ده إعجاز علمي وده وحي ودي معلومات 100% صحيحة الفضل يعود لمين؟ يعود لليهود يعني إذن؟ يعود لخرافات اليهود يعني خلينا أنه هي مش خرافات خلينا نقوله أنه هي مش خرافات نحن نفترض جدلا كويس أنه ده إعجاز علمي تمام ودي معلومات صحيحة 100% وده وحي أيه يبقى الأصل في اليهود صحيح أيه فضل محمد وإيه الإعجاز والإعجاز العلمي والقرآن والرجل الأمي صحيح كلامك مرة كان بيتكلم الدكتور زغلول النجار في قناة الجزيرة زمان كان عنده برنامج وكان بيتكلم عن الأرض من الماء وبالماء اتصلت به وقلت له يعني شكرا أنت بتثبت أنه ده من الكتاب المقدس يعني أنه الأرض بالماء ومن الماء ده في الكتاب المقدس فكان فيه واحد كده ننسيت اسمه مات وكان بيقود البرنامج ساعاته في الشريعة والحياة أعتقد كان الاسم المهم أنه زي ما أنت قلت الفضل يعود لليهود إذن لو هو ده صح وهو غير ذلك جدلا يبقى الفضل يعود لليهود وليس لرسول الإسلام طيب يبقى الإعجاز إعجاز اليهود صح والوحي بتاع اليهود صح يعني حتى حتى في توراتهم الشفاهية خلص إحنا هنعتبرها كده زي عشان نساعد كاتب القرآن ونساعد محمد طيب بس برضو في النهاية ما أنت ملكش فضل في حاجة صح أخذ حتة واحدة تانية سريعة تفضل عشان الوقت نعم أبواب وأقسام جهنم طالما إحنا في السعير وموجودين مع هو اللي موجود هو اللي موجود على رأيك أنا أقصد في الموضوع نعم أبواب وأقسام جهنم سورة الحجر وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب خلي بالك سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يعني بتكلم عن أقسام وبتكلم عن أبواب رحت أنا لقيت في إسلام ويب واحد بيسأل عن عدد أبواب جهنم وأسماؤها ما هو عدد أبواب جهنم ما أسماؤها لما سمي كل اسم منها بهذا الاسم ومن يدخل من كل باب مهتم الرجل يعني حتى مين اللي هيدخل من كل باب ما أنت داخل داخل يا عزيز المسلم أنت بتسأل ليه وما منكم إلا واردها يعني أنت داخل داخل هتبعد لك سبعين ألف سنة عشر تلاف سنة كل واحد وحسب أعماله في الإسلام مش كده فأنت بتسأل ليه على كلين قالوا له فإن عدد أبواب جهنم أعازنا الله منها سبعة أبواب كما قال سبحانه إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وذكر أهل التفسير أسماء هذه الأبواب وهي جهنم والسعير واللزة والحطمة والسقر والجحيم والهاوية وهي أسفلها وكل هذه الأسماء موجودة في القرآن الكريم وخصوص من يدخل من يدخل ومن يدخل من من يدخل كل باب من هذه الأبواب فلم نقف على نص من نصوص الوحي بخصوص كل باب منها من اللي يدخله طبعا التفسير والأحاديث بحر بلا قرار والاختلافات موجودة وكثيرة أكثر مما تتخيل تعالوا نحل اللغز اللغز النص القرآني ذا إن جهنم لموعدهم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم في أبواب سبعة وفيه جزء أجزاء مقسومة يعني طيب خلينا أمشي كده بسرعة ما عليش أهي أساطير اليهود تحت عنوان اليوم الثاني جزء واحد صفحة خمسة وثلاثين وللجحيم سبعة أقسام كل منها تحت الآخر ولكل قسم من الأقسام السبعة بدوره سبعة أقسام يبقى إذا فيه سبعة وعند رسول الإسلام يتكلم عن سبعة والسبعة فيها أقسام وهو يتكلم عن السبعة فيها أقسام والتلموت تحت عنوان جهنم صفحة 466 يقول تتألف جهنم من سبعة طبقات يتوزع عليها الخبثاء حسب درجة خبثة سبعة طبقات الطبقات فوق بعض المفروض وكبعض هالبعض زي التلموت برضو صحيح قحنا هنا دلوقتي عملنا مقارنة مهمة جدا وهي مقاربة أكثر من مقارنة بين ما أسماه اليهود خطأ توراشة فهي وهي التلموت بكل أساطيره نعم المسيحيون لا يؤمنون بالتلموت خالص أطلاقا وبين قرآن وأحاديث نعم قالها رسول الإسلام والشيء الملفت للنظر إننا حينما مثلا قرأنا موضوع الزمهرير نعم كم الجهد البشري المجهود بشري خرافي واجتهادات لا حصر لها من علماء الإسلام لمحاولة فهم ما هو الزمهرير وكيف يجعلونه منطقيا في جهنم اللي مشهورة إنها نار يعني أنت عندك ناس بتقول عليهم أهل كتاب موجود في كتبهم الرسمية ما بي يتكلموا عن برد خالص نعم إطلاقا شبها العذاب بهذا الأمر ونه نار طيب فإنت النهاردة لما تيجي تتكلم ونجد إنه التطابق مزهل نعم وكبير جدا نعم بين الناس اللي أنت كنت عايش في وسطهم وما تسمعوا منهم وبين ما هو موجود وما نقول في قرآنك نعم فبالتالي الأحباء المسلمين يعني أول ما تجد إنه فيه لغط عند المفسرين وفيه كلام مش فهمينه وفيه محاولات يعني كبيرة جدا لمجرد فهم نص أنت على الفور مفروض تسأل نفسك ليه إذا كان هذا كلاما عربيا فما المشكلة في فهمه رقم واحد رقم اتنين إذا كان هذا كلاما منطقيا فما المشكلة في فهمه على طول تعرف إنه فيه مشكلة زي ما أنت ذكرت من شوية أول ما يروحوا للهاجات أخرى نعم مشركين مشركين العرب شايفينه وشايفينه بيسمع منهم فشاوروا إنه هو بياخد أساطيره منهم صحيح فطبعا طلع هو إيه النص القرآني النص القرآني إنه لا ده أعجمي وأنا عربي وده مكتوب بعربي أو القرآن عربي وهل كلام محمد هنا وكلام إله القرآن صح إنه ده عربي ده رقم واحد رقم اتنين إذا كنت بتسمع وهتكتب بعربي المشكلة ما أنت ممكن تكتب بلغة ده عربي هو قرآنك أصلا يعني موسى تكلم عربي هل موسى تكلم عربي يوسف يتكلم عربي فرعون يتكلم برضو بالعربي فإذن كلها في النهاية هي القرآن عبارة عن ترجمة لمقاله الآخرين يقول لك ده كلام الله ذاته فكيف كلام الله إذا كان المتكلم فرعون والمتكلم موسى نعم فهذه ألفاظ الله برضو يعني الله تكلم على لسان فرعون ولا فرعون تكلم والله أخذ كلامه وحطه شوفي هي أيضا هنا معضلة يعني إحنا رحنا لها مع أنه أنا لسه عندي مادة كتير وأنا عارف أنه الوقت لن يسعني فسأكمل في الحلقة القادمة بنعمة الرب هذه معضلة أخرى أنه القرآن هو ألفاظ هذا الإله هي كده زي ما نطقها هي ألفاظه هو مش هو أعطى ما أراد لرسول الإسلام وصاغها بلغته لا هو ده الألفاظ الأساسية للإله نعم فإذا من الذي تكلم هل الله تكلم على لسان فرعون وفرعون قال الله أخذ كلام فرعون وقاله الله نعم واللهية ما حدث هذا هو الذي يقوله الإله للنبي والنبي يقدم للآخرين نعم فهنا على كل الأحوال احنا عدينا الآن بكذا فكرة أنا عارف الحلقة كانت شوية فيها كلام كثير ودسم لكن في النهاية أنا أعتقد أنه قدمنا الشيء حلينا اللغز صحيح مهم جدا لكل مرة تسمع فيها رسول الإسلام أو تقرأ مصدقا لما بين يديه من تورا وإنجيل هذا الكلام هو مصدق لهذه الخرافات والأساطير التي كانوا يسمونها تورا شفاهية الرب يبارككم شكرا ويباركك شكرا لك احنا استمتعنا النهاردة بالحلقة شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح نشوفكم في حلقة جديدة وحنكمل في نفس الموضوع نشوفكم على خير اشتركوا في القناة